اهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الاهل الطالما الاهلي ظل متمسكا بالثير في المسارات القانونية دفاعا عن حقوقه الحقيقة اللي واضحة جدا والتي ما كان ينبغي له ان يبحث عنها قضائيا او قانونيا لانها اوضح من وضوح الشمس لان فلسفة المادة حتى المادة 43 المتنازع على قراءتها احنا مختلفين في الاراية مع انها والله مكتوبة بالعربي زي ما قال زميلة العزيز محمد شذانا موضوع العامري فاروق المادة 43 دي اللي استند لها المدرية او الشباب الرياضة واللي اقدر الولمبية في التجميد طيب لما المادة دي اتعملت كان ايه فلسفتها كان الفكرة ايه ان الناس كانت ما بتترشحش اصلا للمناصب التطوعية فاندها كتير في الاقالين فكان اللي بترشح من التسعة دول او من العشرة دول ستة بس او سبعة بس هم اللي بيخشوا ويخدوها بالتسكية فعشان خاطر ان الجمالة العمومية بتديها فرصة تقول لك والله العدد اقل من العدد المطلوب فبالتالي انا مش عاجبني هذا الكلام عيد تاني بقى فاتح باب الترشيح وعيد تاني الاجراءات من جديد يعني تدي فرصة للجمالة العمومية انها تقول اه او لا اصلا في فكرة الترشح لكن وما ان اكتمل عدد المرشحين عن العدد المطلوب في المقاعد بشكل عام يعني كان فيه اتنين رياسة واحد نائب رئيس اتنين امانة صندوق معرفش عشر ولا احداشر في العضوية وخمسة ولا اربعة في تحت السن وما ان اكتمل اصبح الشق التاني في المادة ده اساسا مالوش لازمة ده هو الشق التاني ده اساسا محطوط عشان يحل المشكلة في حالة ان عدد المرشحين اقل من العدد المطلوب وبالتالي فلسفة هذه المادة انقطعت ما بقاش له قيمة يعني الجزء التاني ده ما بقاش له قيمة لان عدد المرشحين اساسا اكتر من عدد المطلوبين في الاساس زائد انه العمري في الاساس هو موجود فيه الترشح ده فالحقيقة تفسرها لما سألت قانونيين وسألت ناس يعني معنيين بالقصص دي فاذا الفلسفة اللي تعاملت على اساس هذه المادة تمنح العمري الحق في الاستمرار نائبا لرئاسة النادي الاهلي طيب هو خلاص هو السطر الاخراني هو اللي يعنينا انه ساء القانونيين وساء الثقاء وساء الناس كان ايدهم في سياغة هذه القوانين والهدف منها والغرض منها والاخر قال لك العمري له الحق ان يكون نائبا رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ده في المختصة مفيد من فلسفة احمد موسى بقى قال محمد شبان كان فلسفة النادي هننتجول معاكم مع شوية اعلمين كبار كل وقت هعرضها لكم بطريقة عشان المسألة تبقى كل الدنيا شايف حاجة إلا اللي شاف حاجة نشوف الاعلامي لأستاذ احمد موسى اشمعنا الاهلي واشمعنا العمر فاروق نشوفوا عليه بند الفوزب التسكية حصل في اليوبلس وفقت الزهور وفقت سموحة وفقت وموجود في اللقاحة الاسترشادية ليه الاهلي لقى وليه بقى الاندي اه الامر الاخر حضرتك قلت الامر يعرض على الجمعية العمومية تعرض طالب كام 25% يحصل عليهم اي حد بالتسكية العمر فاروق حصل على 94% والله ما 25% والله 94% جاي النهاردة تقول لا مسألة العمر فاروق بتخليك تحط على ما تستفهم كده ما هو المطلوب هل الاهل لما خد القرار كان صحيحا بالوراء والألم الجهة الإدارية هي اللي قالت وهي اللي اعتمدت وهي اللي وقعت وهي اللي بختم بتاعها احنا موافقين طب حضرتك رجعت ليه حضرتك صدقت على محضر الاجتماع اللي حضره بالمناسبة العمري يعني الجهة الإدارية قاعدة والقضاء قاعدين والدنيا كلها قاعدة واللجنة الامبية قاعدة وكله قاعد والعمر فاروق قاعد ووافق وكان موجود معهم وقالوله موافقون أعادت العامر ليه وانت بتقول لو حصل الانتخاب مش يحضر أعادتوا ليه نفس اللي محير نفس اللي محير مصر كلها أنا أعديكم مثل بسيط جدا افرد ان فيه واحد متهم والمفروض يلبس بادلة بيضة وهو في القفص وحصل ضطء بالحكم بالبراءة ما كانش يوميها لابس البادلة البيضة لسببين أو آخر يبقى يقولك لا يفرج عنه إلا لما يرجع يلبس بادلة بيضة ويسمع الحكم تاني يعني هو الغرض الغرض ان فيه شق موضوعي اللي هو حصول المرشح على أكتر من 25% من أصوات الجمعية الجمعية العمومية قد تم الشكل سلامة كل الخطوات الانتخابية والفرز وسلامة العملية الانتخابية جاي انت تفسر كلمة الجمعية العمومية انه لا كان يتعرض تاني انت كده عايزه يعادل اختراع عليه مرة أخرى أنا وخلفك الرأي بصرف النظر كنت اعتمدت ما اعتمدتش هذا التفسير لا يمكن يكون مقصود ان الراجل اللي بالتسكية يصوت عليه مرتين لسبب بسيط تاني برضو لأنه الكلام ما انا قلتلكم وكنت روح حزن بيعلم البكة هيخلينا نسأل برضو جدلا فيه أندية حصل تسكية في ثلاث مقاعد طب النادي الاهلي مش كان وارد انه كل المجلس يبقى تسكية كابتل خطير نزل ضده لأستاذ خالد سلبان كان ممكن ما ينزلش المهندس خالد مرتاج نزل ضده لأستاذ خالد دارندلي كان ممكن ما ينزلش يبقى قادة التلاتة الرئيسيين أستاذ ابراهيم ما هيقولك ببساطة أنا مالي لا كنت بارد حسأله في حتة الفراغ اللي ممكن يحدث وانت متخيل انه والمجلس كله نجح بالتسكية والنصاب القانوني اللي انت بتأمله أو بتفسر به المادة 43 ما اكتملش في العقادة التاني مين اللي دير النادي هيقولك أنا مالي لا هو مال هو مسؤول هو مطروح عليه هذا السؤال دلوقتي مين رئيش المكتب التنفيذي وقالك أنا مالي لا ده تشكيل داخلي مش داخلي الصلاحة بتقولك يرأس المكتب التنفيذي رئيس النادي أو النائب الرئيس كويس إنما التشكيل الداخلي ده فيه له قواعد حكيمة أنا بسألك انه المجلس نفسه ما ينجحش يعني يعني انت دلوقتي الغايب نائب رئيس لو لو غاب اكتر من العدد اللي يخل النصاب قانوني لو التسكية فيها عدد زي ما حصل في بعض الاندية فيها عدد يخل النصاب اللي مستمر غير قانوني موقف النادي ايه اهي اسئلة فعل كلها ليه قيمتها وجايتها وهو ده اللي احنا بنقوله لكن تعالوا شو بقى الوستاذ خير رمضان فصر الامر من وجهة نظر زي بعد ما سأل وسطاقصة برضه اللايحة بتقول قالك اي حد يترشح بالتسكية محتاج 25% من الجمعية العمومية الصحيحة علشان ينجح ويتقابل تسكيته يعني ايه يعني تيجي الجمعية العمومية وهو يبطى نعقد تعمل الموازنة تقول يا جماعة احنا العامري فاروق هيترشح بالتسكية مفيش حد اقصاده موافقين موافقين من الجمعية العمومية اللي كانت 22000 يعني 5000 اكتر من نادي عمل كده ونادي سموحة كان عندهم ناس بالتسكية واللجنة القلومية عدت واعتمدت تعالوا نشوف الخطاب بتاع نادي الظهور لما بعت الخطاب ها هو نادي الظهور السيد الأستاذ الدكتور عادر ردوان رئيس الإدارة المركزية للأداء رياضي بزارة الشباب والرياضة رئيس مجلس الإدارة سيد المستشار محمد الدمرداش المستشار الدكتور محمد الدمرداش بيقول له توفيرا وراحة للجمعية العمومية احنا الأسماء اللي داخلة بتتحط في القايمة عايزينكوا توافقوا على إن اللي نجحين اللي مرشحين بالتسكية حيتم التسويتها لهم من الجمعية العمومية هي اللي حتصوت عليهم من ما هي الجمعية العمومية فأنت محتاج خمس سلاف هنشوف أنت من حقك تدخل للمرشح بالتسكية وتقول لا غير موافق غير موافق لو ما جابش 25% يسقط ما ينجحش هاتوا الخطاب التاني بتاعه اللي ظهرت فيه النتيجة واعتمدت من نفس مدرية الشباب والرياضة اللي في القاهرة يعتمد وادي اللجنة القضائية معتمدة وتمت الموافقة على اعتماد فوز القاتي أسماؤهم فيهم ثلاثة أو أربعة بالتسكية صعبة وما فيهاش حاجة على فكرة من الجماعية العمومية اللي اختارت جوم عند الأهلي وقال لك لا استنوا بقى الدون نائب رئيس نادي يا نادي ياللي بتكسب ياللي رفع على مصر لحد الجماعية العمومية القادمة لابد تكون جماعية عمومية عادية وليس الطريقة فننتظر لشهر يوليو علشان نجمع جزء من الجماعية العمومية ونقول لهم موافقين على تسكية العمر فاروق فيقول لك اللي ما احنا صوتنا ده واخد تسعتاشر ألف وسبعمية ده جايب أربعة وتسعين في المية مش خمسة وعشرين في المية نصوت تاني وبأدينا علشان الرجل يمارس مهمه تفهموا إيه من اللي أنا قلته ده كله في النهاية أعتقد أن الأمر سيصل إلى سيتدخل أحد أو مسؤول أو رجل رشيد ويستجيب لي قرار النادي الأهل الاحتمال التاني هو تدخل اللجنة القضائية نفسها التي أدارت الانتخابات وأعلنت الانتخابات الحل التالت نذهب لمركز التحكيم والتسوية الذي لا يعترف به أحد مش عارف عاملينه ليه الرابع نذهب إلى القضاء العادي من الذي يلعب في وقت مصر من الذي يريد أن يشتتنا في قضايا تفع ما يحدث غير طبيعي وراءه أصابع مش عايزة البلد تهدى يومين عايزين نواجع دماغ عايزين ندعو الجماعيات عمية عايزين نعطل نفسنا عايزين ندب في الإعلام في كلام فاضي ربنا يسمحكم وأعلق على أستاذ خير رمضان بذات التساؤلات التي تساءلها فاهمين إيه من اللي مش عايز ومن اللي عايز وحتى أربع حلول كلهم ولا حل منهم يعني محتاجينه أو له ضرورة لأن أي إنسان يعني يعمل العقل يجب أن يصل نتيجة أنه العمري فاروق تم عرضه على جمعية عمومية إداته تسعتاشر ألف وخمسمية وكان محتاج إلى ألفين وتممية هذا كلام مش محتاج إعادة العرض ولا ولكن هو سأل سؤال وده أنا برضو أنا بسأله له أنا بقول لك هو مين اللي اعترض قلتلي الصياغة بتاعة رئيس اللجنة المشرفة خد بقى لحدك حاجة هو زي ما قال له السيد محمد وصول محدش قال حاجة أيه ما بقول لك الصياغة الصياغة ما كانش حاسمة طيب هو لو طلع قال لا أنا كان قصدني وتعتمد مثلا لو سؤل في تفسير المادة أنا مش عارف الحقيقة المصار إيه شوهندس هم هو حتى وارجع وارجع لأساس خير رمضان فهمته حاجة عارفين ما حدش فيهم حاجة ليه لأنه الأمر أحيانا بيبقى فعلا من شدة وضوحه غامر مستفز غامر واللفظ المستفز ده مش بتاعي ده بتاعي كابتن متحد شلال بيبقى السيد من منصب من منصب نائب الرئيس ما تسعتاشر ألف دولات ما هم من جامعية العمومية ما هم مش جاي مش جاي من جامعية استهلاكية والله ده هم من جامعية العمومية وبدل ما انت عايز خمس تلاف ده تسعتاشر ألف دولك طب ما المنطق يقول كده يعني أنا مش عارف أحياناً الحقيقة الأمور بتبقى بتبقى غير منطقية بشكل مستفذ